في إطار الجهود التي تبذلها قوات هماية الغابات لهماية الصيد تمكنت من إلقاء القبض على إثنين من صائدي الصيد الجائر في منطقة مقرن وهذه العملية قام بها مسؤول الغابات إسحاق حسب الله وخلال هذه العملية تم تبادل إطلاق النار من قبل الجانبين حتى أصيب أحد قوات هماية الغابات بجروه بالغة مطالبا الحكومة الجادية بتوفير بعض من المعدات اللازمة للعمل منذوب البيئة بوضعي أوت حسب الله تأسف بهذا العمل الذي يقومون به بعض من المواطنين بتدمير البيئة وهذا يخالف سياسة الحكومة الجادية التي تسأى دائما في هماية البيئة ولولاية وضعي إبراهيم بن عمر حنق قوات الغابات بالعمل الميداني لقبض هؤلاء المجرمين مؤكدا أن هؤلاء الصيادون سيقدمون للعضالة والخانون سيأخذ مجرح للتذكير كما تم ضبط أكثر من ثلاثمائة جوال فهم وتم عرضها للصحافة المحلية اشتركوا في القناة